نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا صلت الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد ثماني سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأبرز التقرير رؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح حيث أشارت منظومة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة واستخدام أساليب زراعية متطورة إلى جانب الحد من مستويات الهدر